الأقمار الصناعية تظهر دمار الهائل في مصنع أزوفستال الذي تحاصله القوات الروسية وزير الخارجية العراقية في للحدث التنسيق مع الجانب التركي حول عملياته في إقليم كردستان تجدد الاشتفاكات المسلحة في حياء بمدينة الجنينة غرب دارفور بالسودان أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية أعلنت روسيا أنها ستوقف عمليتها العسكرية في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المتحصنين في هذه المنطقة مع المقاتلين الأوكرانيين في مجمع أزوفستال المحاصر في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها والقوات الموالية لها تعهدوا بوقف إطلاق النار من جانب واحد في ساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت جرينيتش وسحب الوحدات إلى مسافة أمنة وضمان رحيل المدنيين في الاتجاه الذي يختارونه المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسالحة الأوكرانية أليكسندر شتابون أكد استمرار استهداف القوات الروسية لمواقع عسكرية في أراضي مصنع أزوفستال فيما يتعلق بدونيتسك وتافريا نفذت روسيا قصفا مدفعيا على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وفي مدينة ماريوبل أطلقت القوات الروسية قذائف صاروخية وقنابل على مواقع قواتنا في أراضي مصنع أزوفستال ترجمة نانسي قنقر 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 لكن المحور الأكثر سخونة هو إزيوم بارفينكوف وأيضا إزيوم سلافينكس وهذا المحور تشهد فيه قتالا عنيفا بين القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية القوات الأوكرانية تقول أنها أسقط الطائرة من نوع سوخوي 34 وهناك أيضا قبل قليل حديث عن إسقاط هليكوبتر أيضا لكن لم يحدد الموقع ولم نستطع التأكد حقيقة من هذه المعلومة لكنها فقط الرواية الأوكرانية في اتجاه سلوبوزانسكي كان هناك أيضا محاولة من القوات الروسية للتقدم وبالتالي أيضا قصف مستمر بالقنابل على كارسكوبا وكذلك بروديانكا أيضا ما زال القصف على المناطق المحيطة هنا في خاركيف بالمناطق المحيطة بسلتوفكا وكذلك قرية درغاتشي أيضا مستمر لكن الأعنف هو دائما على خطوط التماس بين القوات الروسية وكذلك القوات الأوكرانية سمعنا قبل قليل دوية إطلاق ربما مدافع من الجانب الأوكراني هذه المرة ربما تختلف إذن هناك قصف متبادل ما بين الطرفين في ساعة الصباح الأولى كان القصف عنيفا جدا من قبل القوات الروسية لا نعلم حقيقة حتى الآن لم تخرج تصريحات رسمية عن عدد الضحايا لكن نحن بانتظار بيان القوات الأوكرانية حول ذلك في المناطق الأخرى تقول القوات الأوكرانية أنها تتقدم في محيط خيرسون ميكولايف وأنها سيطرت على قرى جديدة هناك حسين طيب أعود إليك عبدالجواد لأسأل عن العمليات العسكرية هناك أخبار تتحدث بأن بعض الجبهات هناك قرار بإيقاف العمليات فيها تطلعنا على هذا القرار أو هذه الجبهات نعم حسين بالفعل هو قرار طبعا شبه مصيري كما يتحدث الكثير حول ماريوبل طبعا الدفاع الروسية أعلنت اليوم وقف كامل لكافة العمليات القتالية في تلك المناطق في محاولة لإخراج المدنيين من أفستال كما يدور الحديث في بيان وزارة الدفاع بأنه تم الإعلان عند الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي وقف جميع العمليات العسكرية بشكل مئة بالمئة والسماح للمدنيين بالخروج في حال وجدوا حسب تقارير كييف طبعا الدفاع الروسية طلبت برفع الألام البيضاء على جدران المصنع أو المناطق القريبة من المسارات الإنسانية لكن حتى هذه اللحظة لم ترد أي أدباء عن خروج أي أشخاص من تلك المناطق ما زالت روسيا طبعا تتحدث عن هذا التقرير وعن هذا البيان كل نحو نصف ساعة في الإذاعات القريبة والتي يصل إرسالها نحو آزوفستال أيضا كانت قد أرسلت نسخة من هذا البيان إلى الجانب الأوكراني وتسعى لخروج المدنيين من تلك المناطق طبعا الدفاع الروسية لم تؤكد وجود المدنيين لكنها تعتمد في هذا على تقارير السلطات في كييف عادل أريد أن أسأل عن مظاهر العيش في المنطقة حيث أنت الآن ومسألة تقديم المساعدات ترون بأن منظمات مثلا تريد مساعدة منهم على الجبهة تأمين بعض الحاجيات حسين قبل أن نجيب على هذا السؤال فقط أؤكد أن ما تحدث به عبد الجواد هو بالفعل ما يقلق الأوكرانيين هنا اليوم من أن وقف المعارك في أزوفستال ستتجه تلك القوات وخاصة شيشانية منها إلى خيرسون إلى أيضا زابروجيا إلى إزيوم لتندلع هناك أكثر هذه المعارك وبالتالي هنا يتوقعون أن الهجوم البري وهذا القصف مرده إلى أن القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها واستقدام قوات وإمدادات وعتاد من بلغرود والاتجاه إلى هذه المناطق وبالتالي أيضا القيام بتقدم بريء باتجاه خاركيف والمدن التي ذكرناها هذا التوقع قد يبدأ الأسبوع القادم أو على الأكثر بعد أسبوعين كما يرى بعض المراقبين هنا أي أن القادم هو أشد مما مضى باعتبار أن توقف القتال في مريوبل وتوقف العمليات على أزوفستال قد أيضا يكون له من جانب آخر ومن قراءة أخرى مرده بأن ظهر القوات الروسية أنجاز التعبير قد يكون مكشوفا أما بالنسبة لسؤالك إذا سمحت لي بالفعل هناك حاجة ماسة كما هي حاجة الجيش الأوكراني الذي بدأ يطلب الإمدادات من الغرب وسرعة إيصالها أيضا هناك مطالبات للمنظمات والهيئة الإنسانية من أن مثلا اليوم زرنا أكثر من موقع لمترو الأنفاق كان هناك أكثر من ستمائة شخص يتخذون عربات المترو كشقق لهم هناك عائلتان بل أكثر ربما ثلاث عوائل يتشاركون العربة وهناك أطفال أيضا قد يصل في بعض محطات المترو إلى 160 طفلا وبالتالي لهم احتياجاتهم الخاصة كما يقولون من أنه أيضا يفترشون الدرج ويفترشون الأرض هناك وليس فقط العربات وبالتالي هم بحاجة ماسة إلى مزيد من المعونات الإنسانية شكرا جزيلا لكم عادل عيدان مفد الحدث إلى خاركيو وأشكر عبدالجواد الرشد مراسل حدث كنت معي من موسكو عقب زيارة وزيري الخارجية ودفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن للعاصمة الأوكرانية كييف أكد بلينكن أن إعادة فتح السفارة في كييف يتطلب أسابيع قليلة لكنها ستتم وأضف أن نقاشا يجري مع حلفاء واشنطن في أوكرانيا حول توزيع الأسلحة بشكل فعال كما دع وزير الخارجية الأمريكي إلى فتح ممرات إنسانية للسماح بدخول المساعدات من جانبه وزير الدفاع قال إن بلاده تريد أن ترى روسيا ضعيفة حتى تتوقف عن أفعالها وأنه ينسق مع حلفاء بلاده أضاف أنه ينسق مع حلفاء بلاده لتقديم الأسلحة المناسبة لأوكرانيا إلا أن أوستين أبدأ قلقه من وقوع الأسلحة المقدمة لأوكرانيا في اليد الخطأ وصلت مليارات الدولارات لأوكرانيا ونقدم مساعدات أخرى للنازحين وللاجئين وخلف الآن مساعدات ستقدم خلال ساعات حيث ستنقل في طائرات ووسائل أخرى لأوكرانيا وسيتم توزيعها في كل البلاد نقاشنا مستمر مع حلفائنا حول توزيع المساعدات كما قال وزير الدفاع وفي موضوع الأسلحة أيضا هناك معارك كبيرة وتحديات إلا أن الأسلحة وصلت لبولندا والمساعدات تصل وسيصل منها المزيد لأوكرانيا ليس لدينا قوات على الأرض لتتتبع هذه الأسلحة وكان لدينا لقاءات مع الجانب الأوكراني للتأكد من عدم سقوطها في الأيد الخطأ من الصعب التحكم في جميع الأشياء والحكومة الأوكرانية تعلموا قلقنا بهذا الشأن خلال اجتماع موسع عقده البرلمان العراقي لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية اتهم حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان والقياد البارز في تيار الصدر إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق لتنفيذ هجمات وعملية عسكرية على أراضيه الزاملي لفت إلى تقديم طلب موقع من أكثر من خمسين نائبا للاستفسار عن هذه الخروقات المتكررة من الدول المجاورة من جهتي حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري من أن هذه الخروقات تعرض البلاد للخطر وتضع الدبلوماسية العراقية في وضع حرج وفق تعبيره كما تساءل العذاري عن حقيقة الاتفاقية الموجودة بين العراق وتركيا والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية لثلاثين كيلو مترا وعن تاريخ توقعها علما بأن الحديث عن اعتداءات إيرانية موازية للاعتداءات التركية هو الأول من نوعه بسبب النفوذ الإيراني على صناع القرار أولا كلمة تنسيق كلمة شبيرة لأن أنا كوزير خارجي ووزارة الخارجية لم يكن لدينا أي تنسيق في الواقع في حوالي ساعة العشر ونص وصلتني ملاحظة عن طريق الدائرة عن طريق الوزارة من سفير التركي في بغداد أنه سوف تكون هناك عملية يوم غد في كردستان العراق وسيد رئيس وزراء اتصل معي وأنا رأسا اتصلت مع وزير خارجية التركي ذرائع وحجج بوجود مجموعات إرهابية على أراضيه جعلت العراق مسرحا لعمليات عسكرية من دول مجاورة كإيران وتركيا حيث أطلقت تركيا عملية المخلب القفل ضد حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة في الثامن عشر من أبريل الحالي فيما استهدفت إيران أربيل بأكثر من 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى في مارس الماضي ورغم تأكيد مراقبين وجود فروقات بين ما تقوم به تركيا وإيران إلى أن خطوات البلدين تعد اعتداء على سيادة العراق وانتهاكا لها فأنقر أبلغت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان بوجود مجموعات مصنفة إرهابية تتخذ من الأراضي العراقية مقرات لها تقوم بدرب تركيا ما دفعها للرد كما أن قواتها موجودة داخل الأراضي العراقية تحت ذريعة محاربة هذه المجموعات وعلى الرغم من ذلك وصفت الخروقات بالاحتلال التركي الصريح الذي لا يمكن السكوت عنه وأضافوا أن قيام إيران بدرب أربيل بالصواريخ من دون إبلاغ الحكومة المركزية بذلك أهدفه سياسي وهو تدخل مرفوض بكل المعايير أولا ذهبنا مع الأخوة القادة الأمنيين العراقيين وهم كانوا في لجنة التحقيق بهذا الخصوص وكان لهم أدلة واضحة أن هذا البيت كان بيتا يسكن فيه عائلة وعائلة الشيخ باس ولم يكن مقرا لأي فئة أخرى وطلبنا من الجانب الإيراني أي دليل حول كون هذا البيت مقرا كما كانوا هم يسمون مقرا للموساد ولكن في الواقع سمعنا الكثير ولكن لم نرى الأدلة من أسطنبول ينضم إلينا الدكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والبحث السياسي من أربيل ينضم إلينا الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية مرحلة بكم أبدأ من عندك يا دكتور مهند لأسأل عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي العراقية إلى أي حد هناك سماح من أربيل وبغداد خاصة مع الكلام الذي نقل عن أنقرة بأن أربيل وبغداد على علم بهذه العمليات سعدت أوقاتنا أستاذ حسين والمشاهدين والضيف الكريم طبعا ليست هذه العملية الأولى ولن تكون الأخيرة تركيا ماضية في هذا النهج نهج العمليات النوعية العسكرية في الشمال العراق إلى أن تبسط الحكومة العراقية سيطرتها وأمنها على الحدود مع تركيا في اليوم الذي بدأت به عملية قفل المخلب قامت الاسخبارات التركية بالقاء القبض على عنصرين من عناصر البيكيكي الإرهابي كان يريدان تنفيذ مخططا إرهابيا في الداخل التركي إذن هذه العملية ليست عبثية وليست لأهداف سياسية السياسية هي أهدافها في تقدير الشخصي هدفان أساسيا الهدف الأهم وهدف مهم الهدف الأهم هو الأمن التركي والحفاظ عليه والحفاظ على الوضع الأمني في الداخل التركي مستقرا والهدف الثاني ربما هو الاتفاق وتحييد هذه المجموعات وتأمين خط كامل وبقعة جغرافية كافية لنقل الغاز إلى الأوروبا عبر تركيا وبالتالي هذه العملية مستمرة وهي مخطط لها وإن لم يعلن عنها ويصر عنها فيها في النهاية عملية استخباراتية محددة وبالتالي لا يمكن أن يكشف عنها إلا بعد أن تبدأ وهذا ما قامت به تركيا ولن تكون الأخيرة يعني عندما يقول الرئيس أردوغان أن مغداد وأربيل دعمتا هذه العملية هذا واقع وهذا صحيح لماذا لم نرى الاستهجان والاستنكار بين مزدوجين العراقي إلا بعد يومين أو ثلاثة من العملية العسكرية في قراءة الشخصية هي رسالة إلى الداخل العراقي وإلى المواطن العراقي وليكسب بين مزدوجين مرة أخرى رضا الكتل السياسية العراقية وليست موجهة نحو تركيا المسألة والقيادين والمسؤولين في بغداد وفي أربيل دركون هنا تماما أن تركيا تقوم بما يجب أن تقوم به وتتحمل الكثير من الأعباء الأمنية من خلال هذه العملية العسكرية نيابة عنهم وبالأصارات عن نفسها طبعا طيب دكتور مهند الجنابي إلى أي حتى تتفق مع دكتور مهند حافظ أوغلو على مسألة بأن بغداد وأربيل له ما علم بهذه العمليات وما التصريحات الأخيرة إلا لإرضاء وإسكات بعض الأصوات المنتقدة مساء الخير أستاذ حسين تحياتي لكم ولي ضيف الكريم وللساد المشاهدين مساء النوح أتصور بأنه نقطة الاختلاف الحقيقية هي هذه المسألة التي تحدث بها السيد الضيف وهي مسألة علم بغداد التفاقية التي وقعت في عام 2007 التي سمحت بالتوغل لكن بموافقة الحكومة المركزية في العراق وأتصور بأن الحالات السابقة والعمليات التركية السابقة التي حصلت لم تشهد اعتراضا لأنها كانت على أو كانت بغداد كانت على علم مسبق لكن العملية الأخيرة كما هو واضح من موقف الخارجية العراقية ومن موقف العمليات المشتركة هي خارج علم السلطات العراقية وبالتالي تعتبر هذه العمليات عمليات عدوانية وفق المفهوم السيادي والمفهوم القانوني بالتالي لو كانت تركيا جادة في مسألة حفظ الأمن وتتبع هكذا عمليات أو هكذا عناصر داخل الأراضي العراقية فكان الأجدر بهم أن يبلغوا السلطات العراقية وأن تكون هذه العملية بموافقة السلطات العراقية وحتى بعلمهم لا يمكن لنا في العراق أن نصدق الجانب التركي ونكذب الجانب العراقي وهو جانب رسمي حتى وإن دعا الآخرون بأنه لأرضاء شخصيات سياسية أو مواقف سياسية واضح في العراق بأن الحكومة تعمل في ظروف حساسة للغاية وهي تحرص كل الحرص على أن تكون شفافة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية وكما الحال لا يمكن أن نصدق الرواية الإيرانية بوجود مقرات إسرائيلية داخل أربيل ونكذب الرواية الرسمية سواء كانت الرواية الكردستانية أو الرواية الاتحادية هذه المواقف بكل تأكيد كل طرف يحاول أن يقدم مبرراته لكن أتصور بأنه عندما تكون الصورة رسمية وخطاب رسمي على مستوى وزير خارجي العراقي والبرلمان العراقي ولجنة العلاقات الخارجية داخل البرلمان العراقي تكون الأمور في شفافية عالية فأتصور بذلك بأن هذه العمليات هي لا تعكس النوايا التي يراد منها ولا حتى الحجج التي أطلقت من أجلها هذه العمليات تستهدف كما ذكر تقريركم وما ذكره النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي هو استغلال وضع حساس في العراق ضعف في الدولة العراقية وانشغال بأزمة سياسية من أجل تحقيق مصالح لهاتين الدولتين التي عرفنا على مر التاريخ أنهم يتنافسون عندما يضع في العراق دكتور مهند حافظ أوغلو مسألة هذا القصف المستمر والمتكرر يذهب ضحيته مدنيون في هذه المناطق الكلفة ليست على عناصر من قبل العمال الكردستاني وإنما مدنيون مزارع تتضرر هناك إدانات أممية إلى أي حد يمكن وضع نقطة نهاية لكل هذه التصرفات التركية سؤال مهم جدا وأشكرك عليه رغم أن تركيا تحاول أن تكون بعيدة كل البعد عن المدنيين ولكن إن كانت هناك حاضنة شعبية لهذا الحزب الإرهابي ولهذه المنظمة الإرهابية فإن القصف سوف يطالها بطريقتنا أخرى رغم محاولة وبين مرة أخرى تركيا حرصها على عدم ضرب أي مدني إلا إذا كان في الجوار المحيط به وعدم تفاديه غير ممكن ثانيا وضع تركيا وإيران في نفس الكفة أمر خاطئ وبعيد عن الصواب ولا يدعمه الواقع يعني تركيا ماذا تفعل بالعراق فقط وفقط لديها هاجس أمني وأمر معقد جدا على مدى عشرات أسنوات وهو مستمر وهو حزب العمار الكردستاني السؤال الأهم هل العراق يدرج هذا الحزب حزب البي كي كي الإرهابي هل يدرجه كمنظمة إرهابية مثله مثل داعش أو لا هنا السؤال الأهم إذا كان يدرجه ضمن داعش لماذا لا يتعاون العراق مع تركيا للقضاء عليه وإذا لم يدرجه ضمن هذه القائمة السوداء ضمن المنظمات الإرهابية فإنه يقبل بما يقوم به من عمليات تخل بالأمن لدول الجوار وبالتالي يا دكتور أغلو إذا سمحت لي هو فقط لأن تركيا منزعجة من هذا الحزب وهو ليس دفاعا عن هذا الحزب طبعا يجب على بغداد أن تصنفه كذلك كانت تركيا وأنقرة تتعامل مع جبهة النصرة وهي مصنفة إرهابية من كثير من الدول لم يقل لها أحد لماذا قياس مع قياس مع الفرق أستاذ حسين لأسباب متحددة طبعا أكيد أكيد مع الفرق ولكن أنا ضربت لك هذا المثال لماذا على تركيا لماذا على أربيل مثلا أن تقوم بهذا التصرف أو بغداد لأن لأن هذا لأن هذا الحزب الإرهابي أول ما يضرب يضرب الكرد هو بخلفية أو يلبس لباس الكرد وهو ليس بكردي يعني عدوه عدوه الإنسان سواء كان كرديا كان عربيا كان تركيا الإرهاب لا دين له ولا يفرق بالضحية من حيث عرقها أو انتمائها وبالتالي لزاما على بغداد وعلى أربيل أن تزيد من التنسيق مع تركيا للقضاء عليه وإلا العمليات التي يقوم بها تضرب الكرد أولا قبل أن تضرب الأتراك من المنطق ومن الواقع الذي يجب أن يقربه العراق أنه بحاجة لتعاون مع تركيا دكتور الجنابي ومع هذا ترضيمه إلا اسمحني دكتور مهند دكتور الجنابي يمكن أن تحل القضية برأيك في المستقبل القريب بحيث يمكن إقناع هؤلاء العناصر من قبل أربيل من قبل بغداد بكف هذه التحركات وبالتالي وقوف عند حد عدم استهداف الأراضي العراقية من قبل القوات التركية أستاذ حسين المشكلة بأنه القناعة المتولدة داخل إقليم كردستان وحتى داخل العراقية مسألة التخادم سواء كان التركي أو الإيراني مع حزب العمال الكردستاني وقد يعترض السيد الضيف لكن السيادة لا تتجزأ وإن كانت تركيا تدخل في شق وإيران في جوانب كثيرة لكن التدخل هو واحد وانتهاك السيادة هو واحد المشكلة الحقيقية في عملية التخادم سواء كان من قبل إيران أو من قبل تركيا هذه المسألة وقضية حزب العمال وتواجدهم في سنجار وفي قنديل وفي كل هذه المناطق هي تأتي كتحديات كبيرة على بغداد وعلى أقليم كردستان المسألة هي قد نقول بأنها تفوق قدرات الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان لأن هذه المسألة لها أبعاد أقليمية وامتدادات أقليمية من الواضح جدا الدعم الذي يتلقاه حزب العمال الكردستاني من الميليشيات والفصائل الولائية التابعة لإيران في سنجار ومعلومات تشير بشكل واضح إلى وجود علاقات وتعاون بين قيادات حزب العمال الكردستاني وبعض الشخصيات المخابراتية داخل تركيا وأن هناك مسألة من التنسيق المشترك ما بين الجانبين بالتالي هذا التحدي الأكبر إذا كفت هاتين الدولتين عن التدخل في الشأن العراقي أو راءت حساسية الوضع العراقي بكل تأكيد سننجح جميعا في تجاوز هذه الأزمة لكن مشكلة بالأساس هي مشكلة خارج العراق مشكلة خارجية وليست مشكلة عراقية الساحة العراقية هي مجرد ساحة لتصفية الحسابات وأيضا لإنهاء هذا الملف هذه المشكلة الحقيقية التي يواجهها العراق شكرا جزيلا لكم من أربيل الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية وكذلك من الصنبول أيضا الدكتور مهند ولكن حافظ أوكلو الأكاديمي والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم أفادت مصادر الحدث بين عقادي اجتماع عاجل لمجلس الأمن ودفاع بشأن أحداث غرب دارفور يتوقع أن تصدر عنه قرارات لإعادة الأمن وتجدد الاشتباكات المسلحة في عدة أحياء بالمدينة مدينة الجنينة غرب دارفور استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة بحسب ما أفاد المتحدث باسم المنسقية العامة لأن نازحين في تلك المنطقة وأوضح رجال في تصريح للحدث أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاشتباكات المسلحة بين قوات الدعم السريع وقوات التحالف السوداني المكون من حركات مسلحة ما تسبب في نزوح سكان الأحياء الجنوبية لمدينة الجنينة واحتمائهم بمراكز الإيواء والأحياء الشمالية كما أشار الرجال إلى تردي الأوضاع الصحية والخدمية الكارثية التي يعيشها سكان المدينة ومدينة كارينك على بعد نحو ثمانين كيلو متراً من مدينة الجنينة غرب دارفور اندلعت عمل عنف يوم الجمعة الماضي في منطقة كرينك وما زالت مستمرة وفق التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور موجة العنف الجديدة هذه اندلعت بعد أن هاجم مسلحون من قبيلة عربية قرى تقتنها قبيلة المساليت التي تمثل الأثنية غير العربية وذلك رداً على مقتل اثنين من قبيلتهم الخميس الماضي وفق ما أوضحت التنسيقية تنسيقية اللاجئين اتهمت ميليشيا الجنجويد بتدمير الهجوم على قبيلة المساليت وتدبيره هذه الميليشيا أي الجنجويد التي نشأت مطلع الألفية الثانية اشتهرت بقمعها للقباء الغير العربية في دارفور وشهدت المنطقة احتجاجات كبيرة على تهميش الإقليم اقتصادياً وهو ما حدى بالمحكمة الجنائية الدولية اللي توجيه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور إلى الرئيس المخلوع عمر البشير أنذاك وكان نزاعه في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 أدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح مليونين ونصف المليون من قراهم وفقاً للأمم المتحدة ويأتي تجدد هذه التوترات في إقليم دارفور بينما يشهد سودان حالياً أزمة سياسية وأخرى اقتصادية حيث سيعاني حتى نهاية العام الجاري نحو 20 مليون مواطن سوداني من إجمالي 45 آخرين مليون سوداني من عدم كفاية الأمن والغذاء وفق الأمم المتحدة بينما سيكون نصيب الأكبر من هذه البعاناة في البلاد لأكثر من ثلاثة ملايين نازح يقيم معظمهم في دارفور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من الخرطوم ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة التيار أستاذ عثمان مرغني مرحبا بك أستاذ عثمان لماذا عادت أحداث الجنين إلى الواجهة مرة أخرى أستاذ عثمان تسمعوني إذن بانتظار أن يسمعني الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار للتعليق على الأحداث الأخيرة في دارفور حيث وقعت هناك اشتباكات ما بين مسلحين وكذلك هناك أعداد كبيرة من القتلى بحسب المعلومات الأولية سنعود إلى الملف السوداني حال جهوز الضيف هدد وزير الدفاع الإسرائيلي الحكومة اللبنانية برد عسكري قوي في حال تكرار إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية أعقب ذلك تبادل للقصف فجر اليوم حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية نحو خمسين قذيفة في المنطقة وسقط صاروخ جراد أطلق من جنوب لبنان في محيط إحدى المستوطنات الحدودية الزميل زياد حلبي جال على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يسود هدوء حذر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد تبادل القصف فجرا حيث أطلق الجيش الإسرائيلي نحو ثلاثين قذيفة على مواقع مفتوحة في جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ من الجنوب اللبناني تجاه المستوطنات الإسرائيلية سقط في مناطق مفتوحة التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تقول إن فصيلا فلسطينيا على الأرجح هو من قام بإطلاق الصاروخ وأن ذلك قد يكون مرتبطا مباشرة بالتصعيد الذي حصل في المسجد الأقصى والقدس الشرقية المحتلة وكذا أيضا على جبهة قطاع غزة في تذكير بالمعادلة التي سادت رمضان الماضي والتي أطلق في خلالها صواريخ مرتين على الأقل من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل هدد لبنان بأن إسرائيل ستوسع الاستهداف في حال استمرت عملية إطلاق الصواريخ من لبنان وإسرائيل تخشى من المعادلة التي باتت استراتيجية وهي الربط المباشر بين الجبهة في القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة وصولا إلى إطلاق صواريخ من لبنان كما حدث مرات عدة ولهذا ستحافظ على حال من التأهب على الحدود الشمالية حيث نشرت المزيد من بطاريات القبة الحديدية والمدفعية أيضا زياد حلبي الحدث الحدود اللبنانية أعود إلى الملف السوداني من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني ينضم إلينا مرحبا بك أستاذ عثمان لماذا عادت أحداث دارفور والجنينة إلى الواجهة مرة أخرى؟ نعم هي أحداث متجددة دائما في نفس هذه المنطقة بنفس السيناريو قريبا منه كانت هناك أحداث السنة ماضية أدت إلى نفس العدد من الخسائر الآن هذه المرة أيضا في قضية جنائية صغيرة جدا مقتل بعض الرعاة ينتمون إلى إحدى القبائل كان من الممكن أن تعالج في الإطار القانوني لكن يبدو أن آليات العدالة دائما بطيئة بما لا يكفي صبر المواطنين فلجأوا لاستخدام القانون باليد وبدأت عمليات بسيطة قبل ثلاثة أيام أدت إلى مقتل حوالي ثمانية من أهالي محلية كرينك لكن القتال تجدد أمس بصورة واسعة جدا لأن هناك هجوم كبير من جميع المحاور وباستخدام سيارات الدفع الربعي والأسلحة الثقيلة أدى إلى اجتياح المدينة بالكامل بما في ذلك أقسام الشرطة والمدارس والمنشآت الرسمية بما فيها رئاسة المحلية فأصبح حجم القتال كبيرا أدى إلى مقتل أكثر من 200 خلال ساعات قليلة اليوم انتقل إلى منطقة أخرى وهي الجنينة عاصمة الإقليم فمواجهات هذه المرة بين قوات التحالف السوداني وقوات الدعم السريع طيب مسألة السلام في هذه المنطقة أستاذ عثمان سيبقى هشها كلما كان هناك سلاح ستعود ويكون هناك ضحايا أو يعمل على سلام يمكن ضبط الأمور أكثر نعم يعني هي أنا أعتقد المشكلة ليست في السلاح يعني المشكلة في العقول التي تدير هذا السلاح لأن العقول حتى الآن تتحكم فيها كثير من الغبن القبلي كثير من الاحتكاكات التي أحيانا تكون صغيرة في حجمها لكنها تحمل خلفها كثير جدا من التراكمات في الماضي زاد من اشتعال الحريق أن الأطراف بدأت تستقوى بقوات شبه نظامية يعني القوات التحالف هي واحدة من الحركات المسلحة التي وقع اتفاق السلام ووالي الولاية نفسه هو رئيس هذه القوات من جانب آخر قوات الدعم السريع هي قوات نظامية لكن أحيانا كثيرا بعض أفراد هذه القوات يخوضون المعارك بصفتهم القبلية فأصبح ذلك مصدر خطر آخر لأن هذه القوات تتوفر لديها أسلحة كبيرة جدا وحيانا قدرة هجومية وخبرة في التعامل مع السلاح فيزيد من اشتعال المعارك لكن في تقديري لا تزال جزور الأزمة هي جزور لا تتعلق بالوضع الأمني بقدر ما تتعلق بالوضع الاقتصادي والحياء الإمكانية أن يكون هناك تعايش بين الرعاة والمزارعين في تلك المناطق طيب وارد أن يكون هناك تدخل أممي ليس بمعنى إدانة هذه الأعمال فحسب وإنما الوضع الاقتصادي السلام الذي وقع في السودان أحد أبرز مقوماته هو المال والمال لم يصل إلى السودان النهضة الاقتصادية نعم طبعا الأمم المتحدة آليات التدخل غير مباشرة يعني هي لا تستطيع أن تتدخل بصورة مباشرة كانت هناك في السابق قوات اليوناميت وهي قوات حفظ السلام موجودة على الأرض وهي تتدخل أحيانا في فضل النزاعات القبلية لكن هذه القوات الآن انتهت مهمتها وأصبح الآن غير موجودة فأصبح كأن الأمم المتحدة غلت يدها في التعامل المباشر إذا كان هناك تعامل غير مباشر عن طريق آليات الاقتصاد فهذا قد يستغرق بعض الوقت خاصة في ظل غياب حكومة مدنية قادرة على إقامة مشاريع التنمية وأن تتكفل بإقامة السلطة حقيقية على الأرض يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى قيام نوع من النهضة والتنمية التي يمكن أن تمنع مثل هذه الاحتكاكات هذا الأمر يحتاج إلى برنامج للأسفة الشديدة حتى الآن غير متوفر يعني لم تبدأ حتى الآن رغم توقيع اتفاق السلام قبل أكثر من عام لكن أن يكون هناك برامج على الأرض تستطيع أن تحل جزور هذه الأزمة شكرا غير متوفرة هذه البرامج فضلا عن أن تكون بعد ذلك مشروعات موجودة على الأرض شكرا جزيلا لك من الخرطوم رئيس تحريف صحيفة التيارة عثمان ميرغاني في مقابلة خاصة مع الحديث قال رئيس هيئتي التشاور المصالحة اليمنية محمد الغيثي إن القوى السياسية في اليمن تجاوزت الخلافات الرئيسة كافة مؤكدا أنه تم إصلاح منظومة الرئاسة التي طالب بها الجميع في العمل السياسي التباينات أمر طبيعي ستجد تباينات بين القوى السياسية وبين الحزاب السياسية لكن ما الجديد في الأمر اليوم؟ الجديد في الأمر أن القوى السياسية تجاوزت الخلاف الرئيسي أصلحت المنظومة التي طالما طالبنا بإصلاحها منظومة الرئاسة اليوم أصبح الجميع شريك في هذه المنظومة ومسؤول في نفس الوقت ولأن القوى السياسية والأحزاب تجاوزت المعضلة الرئيسية انتقلت إلى مربع أسميه هنا بتوحيد المواقف وتوحيد المواقف يعني الاتفاق على مجموعة من الأهداف ضمن رؤية موحدة في السلام وفي الحول رئيس هيئة التشاور والمصالح اليمنية هدد أنه في حالي اختارت ميليشي الحوثي خيار الحرب مجددا فلن تكون كسابقاتها بكل الأحوال نحن جاهزين كدولة لكافة سيناريوهات نفضل السلام نرغب في السلام نحن وحلفاءنا وعلى رأسون الملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المستعدة ندعم السلام نريد السلام الشعب يريد السلام مؤسسات الدولة تريد السلام لكن إذا ما أجبرنا على خيار آخر إذا ما أختار الحوثي الحرب فسيعلم جيدا أن هذه الحرب لن تكون مثل سابقاتها نهائيا اليوم نحن موجودين صف واحد نحن موجودين اليوم على الساحة نحن اليوم نقود جميعا نقود دفة العملية سواء كانت عملية سلام أو عملية حرب وسننجح في كل حالتها تصدر محكمة تركية اليوم حكما نهائيا بحق رجل الأعمال والنشط الحقوقي عثمان كافالا ويواجه عقوبة في السجن مدى الحياة من دون الإفراج المشروط وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم على خلفية احتجاجات جماهيرية في 2013 هذا ويقبع كافالا في سجن سيليبري بضواحي منطقة قريبة منها منذ أكثر من أربع سنوات من دون أن تقدم السلطات التركية أي أدلة تدينه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى مصر حيث تحتفل بذكر الأربعين لعيد تحرير سيناء هذه الاحتفالات تتزامن مع عودة العديد من سكان قرى شمال سيناء إلى بيوتهم وقراهم بعد أعوام من النزوح بسبب المواجهات بين قوات الجيش مع العناصر التكفيرية الشيخ زويد اسم نقترن على مدار سنوات بالمواجهات الدامية ما بين العناصر الإرهابية وقوات الجيش مواجهات دفعت بالكثير من سكانها لمغادرة بيوتهم ومزارعهم والآن يحتفل غالبية أبناء القبائل بالعودة لقراهم بعد تظهيرها من الإرهابيين احترنا أن نمشي نسيب الوضع نسيب مساحة للجيش أنه ينظف البلد من الإرهاب والحمد لله تم الكلام ده يعني خلال سنوات بسيطة السكان رووا لنا تفاصيل سنوات الرعب التي عاشوها مع الجماعات الإرهابية وعن عشرات الشباب والشيوخ الذين لقوا حتفهم جراء هذه الحرب قرية قدمت حوالي 45 شهيد دبح بالسكين فجر المدارس المدارسة اللي كنت فيها فجروها فققوها ويرى سكان القرى أن عودتهم إلى قراهم وبيوتهم دليل على عودة الاستقرار إلى شمال سيناء رغم مخاوف من ردات فعل فلول الجماعات الإرهابية التي تستهدف أبناء القبائل بزعم تعاونهم مع الجيش قاموا خذوا من أولادي اثنين وشفوهم وهم عزين هذاك بالاسم سألوا عنه مين محمد وين قلت له مش عارف عنه هنالحظة وارونهم وقد دخلين عليه وجالبين قريب تتمتع بأمن بفضل الله تعالى وفضل قواتنا من سلحهم الدولة نفذت العديد من المشاريع التنموية لسكان شمال سيناء باعتبار أن التنمية تتعد سلاحا محوريا في مواجهة الإرهاب آه بدأت تعجلة التنمية بدأت تشتغل دلوقتي يعني نسبة وصلنا 50% كعربة ومية والمجولين شغالين والعمار زي ما أنت على مصر برفرف ولكن احنا حاليا بنقول اللي هيؤدي إلى الأمن التنمية والتنمية مش هتفعل إلا إذا كان ناسها هم اللي فعلوه ومع عودة الاستقرار يتفق الجميع على أهمية توفير جميع عناصر الإزدهار لسكان محافظة شمال سيناء لتبقى ابتسامة سكان هذه المناطق مرتبطة دائما بذكريات الألم وسيل الدماء الذي دفع لأعوام من أجل الحفاظ على هذه الأرض أحمد عثمان الحدث الشيخ زويد محافظة شمال سيناء وصلنا إلى نهاية هذه النشرة نشهركم على حسن المتابعة دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة